مرحبا عزيزتي أعزائي معكم صديقتكم ماجدة وأنا هنا من أجل ضحايا النرجسيين والنرجسيات لمساعدتهم على فهم ما حصل أطناء العلاقة مع النرجسي وأيضا ما سيحدث بعد انتهائها وكما جرت العادة أدعو الذكور المحترمين الذين يتابعون قناتي بتغيير ضمير هو لضمير هي لأن كل ما أقوله ينطبق تماما على النرجسيين والنرجسيات فاضطراب الشخصية النرجسية ليست حكرا على الذكور فقط بل نسبة كبيرة من نساء العالم هنا نرجسيات موضوع اليوم موضوع جد مهم سأتحدث عنه لأنني أعتبره نصيحة وإنظار لكل من يتعامل مع النرجسي وخاصة شركاء النرجسي لأخذ الحطة والحضر منه في هذا الموضوع الحساس بالذات وهو موضوع النرجسي وعلاقته بالمال وحبه الكبير للمال على بركة الله سنبدأ موضوعنا اليوم كان من الضروري أن أناقش مع ضحايا النرجسيين هذا الموضوع لأن أكثرهم لا يصدقون ولا يستوعبون أن النرجسي يمكنه أن يتلاعب بهم حتى في هذه الناحية النرجسي يتلاعب بضحاياه بعدة أشكال وبشتى الطرق لأن كل ما يهمه هو مصلحته أولاً ومن ثم حبه للسيطرة والسلطة وبطبيعة الحال المال هو وسيلته لتحقيق وللوصول إلى السلطة التي ينشدها ويعمل على تحقيقها المال بصفة عامة هو مصدر للطاقة ليس فقط للنرجسيين بل لجميع الناس حتى لا نكون خياليين وغير منطقيين المال يساهم بشكل كبير في تحقيق السعادة والهناء وراحة البال إذن عند التحدث عن النرجسي بشكل خاص وعلاقته بهذا الموضوع فيجب أن أحذركم بأن مالكم وكل ما تملكون ستكون مطمعاً وهدفاً للنرجسي أهمية المال عند النرجسي أكثر بكثير من أهميته عند الناس الطبيعيين لأنه جشع لأبعاد الحدود وطماع لأقصى درجة إذن النرجسي هدفه هو إقناعكم في البداية بأنه كريم حتى يثبت لكم حسن نوايا وحتى يتلاعب بكم جيداً والأهم حتى يبعد عن نفسه شبهة طمعه فيما تملكون هو سيعمل على إزالة التكليف بينكم بأسرع وقت حتى يمر للمرحلة التي يقنعك فيها بأن ماله هو مالك هو مالك وممتلكاتك هي ماله وممتلكاته لكي يبدأ في استخدامه بكل أريحية وذلك بطريقتين أولاً طريقة مباشرة إما أنه سيجعلك أنت تصرفين عليه ومن أجل المال لتحقيق ما يرغب فيه وتشتري من أجله الهدايا التي يحلم بها ويريدها أو بطريقة غير مباشرة بجعلك تخسرين المال بدون أن تدرك ذلك يستطيع إقحامك في مشاريع فاشلة واستثمارات غير محسوبة ولا مستقبل ولا مربحة من ورائها وأيضاً بإقناعك بشراء سلسلة من الأغراض والأشياء الغير مفيدة والتي لا جدوى ولا فائدة منها أيضاً سيعمل جاهداً على كسر وإحباط تفكيرك في مشاريعك الخاصة واستثماراتك أو التحايل عليك للتخلي عن أهدافك الشخصية والاستغناء عنها والتخلي عن فكرة الدخار بعض من مالك للأيام العصيبة كل شيء، كل خطة، كل برنامج مالي كنت تمشين وفقه سيحاول زعزعته سيوهمك بأنك لا تطيقين فيه ولا تحبينه كفاية سيقول لك كيف لك أن تدخل المال وأنا موجود كيف تخافين غدر الزمان بوجودي سيتلعب بعقلك بإقناعك أنه لن يتخلى عنك ولن يتركك تعانين من أي شيء أو من أي ضائقة مادية وأنه سيحقق لك كل أحلامك ويشتري لك مستزماتك وطلباتك خاصة إذا كان يعلم أن هناك شيئا ثمينا أنت متمسكة به بشدة ويعني لك الكثير كما يستطيع أيضا أن يبدو على طبيعته تماما ويظهر لك على حقيقته بمظهر البخيل بوجه مكشوف وبدون أي خجل وهذا يحصل عادة بعد الزواج وبعد سقوط الأقنعة ترين وقتها بكل وضوح شخصيته الحقيقية وتعلمين أن الكرم الطائفي الذي أراك إياه لم يكن سوى خطة من خطته الجهنمية ولكن للأسف عادة يكون قد فات الأوان على تدارك الأمر وتزوجتما وأنجبتما أطفالا معا هنا أنت ستلاحظين شحه وبخله حتى مع أطفاله وحرمانهم من أبسط الأمور التي يرغبون فيها وهو يفعل هذا متعمدا حتى يجبرك أنت على اتخاذ موقف تحمل كامل المسؤولية والبحث عن العمل وصرف مالك عليه وعلى المنزل وعلى الأولاد هو عموما يستعملك ويستخدمك دوما بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمال والسيطرة وسيلته وهدفه معا في تحقيق هذا الغرض سأضطر هنا للخروج قليلا عن موضوع النرجسي أرغب في أن أوضح لكم شيئا مهما بخصوص المال لأعود وأكمل علاقة هذا الموضوع بالنرجسي المال هو متعة من متع الحياة المال يغير أمور كثيرة ويشتري تقريبا كل شيء يمنح لحظات سعيدة حتى ترون معي الصورة بوضوح فلنأخذ مريضان بمرض خطير على سبيل المثال واحد فقير والآخر غني العلم والمنطق والحسابات تقول بأن هذا المرض عنده دواء وهذا الدواء إذا أخذته بانتظام ستشفى ونسبة نجاحه وفعاليته 90% الفقير غالبا لا يستطيع شراء هذا الدواء لأنه غال أو حتى إذا استطاع فبمساعدة أهل الكرم والجود سيشتريه ولكن فقط لمدة محدودة أما الغني فالأمر هين عليه بحيث الدواء والأكل الصحي والمراقبة الدورية في أفخم وأضخم المستشفيات سيجعلونه يشفى وهكذا فالمال يمكنه إنقاذ الأرواح مثال آخر المال وسيلة للراحة النفسية وعدم الخوف من المجهول أو من الغد ومن المستقبل كمثال على ذلك شخصان ينامان ليلا في سريرهما أحدهما غني والآخر فقير أحدهما ينام في بيت مستأجر أي أنه غير ضامن لتلك النعمة إن كانت ستبقى أم لا أم أنه يمكنه أن يطرد من الغد ربما لا يستطيع النوم جيدا وهو يتخيل أنه إذا مات فأبناؤه سيرمون خارجا أما الآخر فينام في سريره في منزله الخاص هذا الشخص ينام بعمق ليلا لأنه لا يخشى من أن يجد نفسه أو أطفاله في الشارع مثال آخر امرأتان متزوجة إحدهما لا تعمل وليست من أسرة ميسورة والدها فقيران وهي تعيش تحت كنفي ورحمة زوجها هذه المرأة تشعر بأنها مكسورة الجناح ويجب عليها إرضاء وخدمة زوجها دائما وبدون تعب ولا كلل ولا ملل تخشاه وتخشى العيش بدونه ترجو رضاه حتى تستطيع أن تعيش حتى تستطيع أن تأكل وتلبس وتشبع لأنها من دونه لا شيء إذا سرق في وجهها صالحته وإذا ضربها عادت إليه إذا أهانها استسمحته أنا أعتقد أنكم توافقونني في أن أغلب الأسر العربية في دولنا تعيش بهذه الطريقة التقليدية وإن لم يكن الآن فأمهاتنا وجداتنا نعم عاشوا هكذا وهذه حقيقة وليس افتراء كنا يعيشنا على ما يحضره الرجل ولا حق لديهن في الحصول على المال أو شراء ما يرغبنا به وإن لم يستطعنا التحمل أكثر وذهبنا عند عائلاتهم يقوم الأب والأم فورا بإعادتها لزوجها وتوبيخها وإقناعها أو إجبارها على البقاء معه وحتى في كثير من الأحيان وضعها أمام الأمر الواقع بأنه هو الآن معيلها وأسرتها الوحيدة ويجب عليها عدم مخالفة أوامره وتجنب نواهيه وهي تستسلم وتقتنع وتخنع وتخضع وتعيش بقية حياتها في الذل والهوان هذه هي المرأة الفقيرة أما الغنية إن كانت غنية بالفطرة وولدت لتجد في فمها ملعقة ذهب أو امرأة عصامية درست وكدت واجدهدت وحصلت على منصب رفيع أو وظيفة قيمة وتجني مالها الخاص هل هذه ستبقى مع الرجل الذي يهينها أو يضربها؟ هل ستنتظر تقرير مصيرها من قبل عائلتها؟ اللهم طبعا إن كانت تحبه هذا شيء آخر أنا هنا أتكلم فقط عن المنطق والمعادلات الاجتماعية المنطقية التي نراها ونشاهدها تحصل يوميا وتتحقق أمام عيوننا المال يمكن أن يجعل امرأة تعيش مع رجل لا تحبه ولا يناسبها فقط لأنه يدللها بماله ويشتري لها ما تريد ويجعلها تعيش هانئة مرتاحة البال كمالكة والمال يمكنه أيضا أن يقف حاجزا ويعرق العلاقة حب جميلة ويقف في طريق حبيبين لا يستطيعان إكمال العلاقة ولا يستطيعان مواصلة طريقهما معا مهما كان حبهما وعشقهما لبعضهما قوي أستطيع أن أعطيكم أمثلة لا حصر لها على الفرق بين من يملك المال ومن لا يملكه وهذا ليس من الضروري أن يكون مبدأي أو طريقة تفكيري أو قناعةي الشخصية هذا ما يحصل سواء رضينا أم لم نرضى لماذا أخبرتكم وشرحت لكم هذا الموضوع؟ لأن تماما هذه الفكرة فهمها النرجسي جيدا واقتنع بها وتبناها ووضعها قانونا حتميا للحياة إنه يتبناها ويؤمن بها كنظرية لا بد من تطبيقها والعمل بها على أرض الواقع دائما وأبدا هذه قناعاته المال يشتري كل شيء المال يفعل كل شيء بالمال يستطيع أن يحصل على كل ما يريد أن يخضع الناس أن يرش الموظفين وهذه عادة من عاداته الشهيرة النرجسي يرش كلا على حسب مصلحته وطلبه ويعرف جيدا كيف يرش هذا ويقتني هدية مناسبة لهذه يرش الموظفات في البلديات والموظفون في البنوك وفي دوائر المرور وحتى في استفارات وإياكم أن تستغربوا كلامي أنا أخبركم دوما بما عايشته وما رأيته بأم عيني ويشهد الله علي أنني لا أخبركم سوى بالحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة لا يهمني أبدا ما يخبركم به الآخرون فقناتي مستمدة من دراسة عن هذه الشخصية وتجربة الشخصية ومعايشتي أيضا لها في فترة من فترات حياتي فصدقوني أنهم يتعاملون بكرم وسخاء مع الآخرين دائما لهدف ما أنا مضطرة هنا لإخباركم بأن نرجسيا حصل على الجنسية جنسية بلد أوروبي لرشوته بنتا موظفة تعمل في دائرة حكومية عالية المستوى ساعدته على الحصول على جنسية ذلك البلد قبل أن يكمل المدة التي تسمح بها تلك البلد وأيضا جعلته يأخذها قبل آلاف الأشخاص الذين كانت ملفاتهم تنتظر مراجعتها بسنتين قبل ملفه هو نعم صدقوا فأنا حضرت وشاهدت وعيشت هذا الموقف وشعرت بالغضب والحزن على ما يستطيع فعله بأساليبه النجسة ولهذا درست عنهم لأنني أكرههم ولا أحب أن يستمر في نجاحاتهم وتدميرهم للأشخاص الطيبين وكسرهم وتغيير منح حياتهم للأسوأ بينما هم يستطيعون الحصول على كل شيء بالإحتيال لأنهم عديموا الضمير ولهذا فأنا لن أتوقف أبدا عن فضح النرجسيين تحت أي ظرف كان لا أريد أن يسقط الناس في فخه وبالوعي والنصح والفهم العميق لشخصيته يستطيع الجميع الهروب والتخلي عنه النرجسي يعتبر المال القوة العظمى التي تخوله شراء الناس واعتبارهم عبيدا عنده وإلا فلماذا تجد قردته النرجسية في منتهى الإخلاص له وإلا كيف يستطيع تضييق الخناق على ضحيته وعزلها عن العالم وكيف يصل إلى مبتغاه ومكانته الاجتماعية النرجسي أيضا يجد في المال الطريقة المثلى لإهانة الناس والتفاخر أمامهم فهو لا يرى أي إحراج في أن يحرج صديقا له ويقارن بين سيارة كل منهما حتى وإن كانوا برفقة أصدقاء آخرون عادي جدا أن يقول لصديقه هل تعتبر سيارتك سيارة؟ إنها غير قابلة للاستخدام يا رجل سيارتي سعرها بسعر منزلك ومنزل والديك هذا مثلا أو أن يتفخر أمام فرائسه الجديدة بإخراج كومة من المال من جيبه لكي يحاسب في المطعم حتى ترى فريسته الجديدة كمية المال التي يحملها والتي ربما تكون أساسا ليست له أو أنه استدانها من أحدهم المال أيضا للنرجسي يساعده في الشعور بالعظمة والغطرسة والانتقاص من قيمة الأشخاص من حوله خاصة شركته أو زوجته سيمن عليها دائما سيخبرها دوما أن لا فائدة منها وأنه هو من أنقذها من الفقر ومن الجوع وأنها لا شيئا من دونه وأنه ولي نعمتها وأنها عالة عليه لأنه يطعمها ويلبسها وليس لها الحق في مناقشته أو اتخاذ أي قرار بدونه لأنها لا شيء وهو كل شيء وهذا مع مرور الوقت سيصبح للأسف راسخا في ذهنها أنها أقل منه مكانة وشأنا وسلطة وقيمة وهذا ما يريده بالضبط أن يجعلها تتقوقع على نفسها ويقتل فيها حب الحياة والثقة في النفس والرغبة في فعل أي شيء هذا من جهة من جهة أخرى النرجسي معروف عليه السرقة لا توجد عنده أبدا مشكلة في أن يسرق مقتنيات وممتلكات فريسته وأن يأخذ المال من حقيبتها أو الكارت كارتكريدي تبعها واستخدامه وأخذ أغراض من المنزل والتصرف فيها إذا كان في مأزق أو ورطة وبعدها يحلف بكل سهولة وبدون أي خوف من الله أنه ليس هو وأنه لا يعرف شيئا عن الموضوع هو يقصد جعلاء الضحية مستنزفة وليس لديها أي شيء إنه يرغب في أن يوصلها للحضيد هو يرسم للبعيد البعيد هو يعرف أنه سيأتي يوم ما وستهرب الضحية من هذا الجحيم ربما تهرب بعد تسعة أشهر ربما سنة خمس سنوات عشرون سنة أو حتى بعد ثلاثون سنة فما يخطط له النرجسي هو إضعافها واستنزافها بحيث إذا فكرت في الرحيل فلن يكون بحوزتها شيء البته وربما ستكون متورطة في ديون وتسديد أقصات قروض ليست لها أي علاقة بها المسكينة لكنه ورطها هكذا حتى تكون عاجزة لا حول لها ولا قوة مكسورة وضعيفة ماديا وهشة نفسيا ومرهقة ومتعبة جسديا إذن وكخاتمة رجاء أرجوكم لا تثقوا في النرجسي احموا أموالكم مقتنياتكم حافظوا على أسراركم لا تخبروه بكل شيء أعيدوا حساباتكم جيدا رتبوا أموركم وأوضاعكم المالية وخصصوا شيئا للزمان وللمستقبل ولا تنفذوا أي مطلب من مطالبه لأن أي شيء سيقنعكم بفعله سيكون لصالحه هو فقط ودمارا وهلاكا لكم أنتم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يا عزيزاتي أعزائي إلى لقاء آخر قريب بإذن الله كنت معكم أنا صديقتكم ماجدة دمتم في رعاية الله تحفظكم وترعاكم وإلى اللقاء مرحبا عزيزاتي أعزائي معكم صديقتكم ماجدة تحفظكمونا في رعاية الله من تحفظكم يا عزيزاتي أعزائي